لأننا نتكلم عن قضايا تمس الناس وبناء على أساسه يعتقل يوقف يسجن أو لا يسجن بس قبل ذلك سأتحدث عن موضوع ما صار إشكالات في موضوع الاحتجاج السلمي والوقفة الاحتجاجية وهل كان ضروري ما حصل بأزمة المعلمين بأزمة المعلمين بس في فرق أستاذ هو حكى عن موضوع التحقيق عن ما يسمى تقارير اللجان التقصي والتحقيق نحن لا نقوم بتحقيق نحن نقوم بإجهزة متقصة الحقائق والتحقق وهذه عملية أصعبة من التحقيق في التحقيق عندك ضابط عدلية وعندك تستدعي الشروط تجلس في مكان وتعمل جلسات وتستمع وتصدر تقييم وتقدير التحقق أنت تأتيك شهادات مش في هذا الموضوع أنا بحك بشكل عام ربما رأي أو معلومة أو موقف أو ادعاء من جهة يقودك إلى أن تبحث تفتح أمامك خطوات أخرى يجب أن تسير فيها حتى تتحقق من الحقائق وخصوصا في قضايا لما تكون دقيقة وحساسة أنا بوعد بشيء واحد يعني بقدر أقول عنه بأي قضية التحقيق سيكون تقرير المركز أي مركز عن التقرير المركز شفاف وواضح وموضوعي ومهني هذا أنا ملتزم فيه كمفوض عام ومجلس الأمناء الحالي ومن قبله ومن قبله والتزمين في هذه لأن هذا هو ديدا ومسؤولية دكتور لأول مرة يترأس مجلس الوطني لحقوق الإنسان شخصية حزبية هذا موضوع بس خلينا أجاوب قويسة المعارضة لا خلينا بسهل الجزئية هذه لأن هناك ما تحدث عن دونانك خلافات هناك مزاج جديد عقلية جديدة جاءت على المجلس سيدي أولا أنا لا أريد أن أتحدث عن شخص الرئيس بس أتحدث عن آلية تعيين لأعظام مجلس الأمناء الآلية هي ربما تتحدث عنها فيها بعض الاختراقات وتجاوبت مع بعض المعايير وهي ستؤثر على اعتماد المركز والمركز يعتمد كل خمس سنوات من جهة دولية في الجنة وهذا الاعتماد حساس ومهم جدا للدولة أنه هو اعتماد للدولة في النهاية يعني هو يدل على مدى التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان وخصوصا كان أكثر ملاحظات على المركز أثناء لعملية الاعتماد السابقة التي تمت في 2017 هو مسألة تعيين واختيار أعظام مجلس الأمناء الأعظام مجلس الأمناء في القانون يجب أن يتم تشاور مع المجتمع المدني والإعلان عن هذه المواقع أو هذه الترشيحات ويجب أن يكون مشاورات شفافة وكان هذا موجود كطلطل طلب والمركز في التعديل الذي يقدم في 2017 لمجلس النواب للأسف أن هذه الجزئية بالذات لم يجيزها المجلس مع أنه فيه دافع عنها كثير من الأعظام ترجمة نانسي قنقر